اشتركوا في القناة واتفقوا بأنه النائب الأردني الوطني الحر الذي لا يساوم على جراحاتهم النائب المحامي محمد الظهراوي أهلا وسهلا بك سيد أعلك الله على الحمل هذا أجر إن شاء الله دائما نجدك في المنبر ونجدك بالشارع وبين قاعدتك فهرحت الكثير من التساؤلات وسعيتك كثير لتحسين الخدمات بالنهاية لجأت إلى حلول شخصية وبذرت في جمع مساعدات وتقديمها لمن يحتاج دائما في مستشفيات الحكومة وتتواصل مع الجميع هل يائست من المنادى؟ لا حقيقة أنا في كل يوم عندما أرى من يتابعني عندما أرى جمهوري في كل حاراته في كل دخلاته في كل جامعاته مساجئده كنائسه أفراحه أطراحه يعني حقيقة هذا يعطيني دفع معنوية ليوم جديد أنا أتعامل مع شهري باليوم وأتعامل مع يومي بالساعة وأتعامل مع ساعتي بالدقيقة وأتعامل مع دقيقة بالثانية فأنا أقيم الوضع في كل يوم حقيقة إذا جئت إلى الحقيقة المرة التي أعاني منها تيأس حقيقة أنها تيأس في ظل عدم وجود خدمات حقيقية من الحكومة للناس في ظل واقع الصحي أليم في ظل واقع نقل أليم في ظل واقع تعليمي أليم ولكن الحمد لله أخذت على عاطقي أن أسعى بشكل شخصي خارج إطار قبة البرلمان إذا تعلق الأمر بالخدمات إذا تعلق الأمر بالوضع السياسي أنا في داخل البرلمان صاحب الكلمة التي فوضني بها الفقراء الشرفاء وأيضا الأغنياء الذين كانوا فقراء ولا يزالوا هم أغنياء ولكن يعيشون بنفس الفقراء نحن جمعنا أنفسنا لنشكل حالة جديدة في مجلس النواب نتكلم كلمة حق وبالتالي عندما نتكلم كلمة حق هذه الكلمة تنعكس على الأداء الحكومي ولكن الحكومة لا تعطيني الفرصة أن تنعكس كلمتي مباشرة تنفذ كلماتي بعد أشهر لكي لا تحسب أنها لي سؤالي لمن يتواجد دائما بين الموجوعين وأصحاب القضايا مدارس منتشر في كل أرجاء الملكة ومستشفيات منتشر في جميع أرجاء الملكة كلفت المليارات وبنفس الوقت من يحتاج إلى العلاج يذهب إلى مستشفى خاص ليطلق خدمة حقيقية ومن يحتاج إلى التعليم يذهب إلى المدارس الخاصة الذي يجري يعني البنية التحتية للمدارس والمستشفيات بنية أساسية ولكن الحقيقة أن الكوادر الموجودة غير مؤهلة بالشكل السليم لوجود خلل في الأداء الحكومي بالتعامل مع هؤلاء الأشخاص لا يوجد سقل للمواهب الموجودة في المدارس الحكومية والمستشفيات الحكومية إهمال لهؤلاء الأشخاص برواتبهم بامتيازاتهم بطريقة عملهم وبالتالي بتطويرهم بدوراتهم وبالتالي أسبح هناك تخلف عن الوضع العام الوضع الخاص بشكل كبير المعلم في المدارس الخاصة مظلوم حقيقة أنه مظلوم والممرض في المستشفيات الحكومية مظلوم والطبيب مظلوم بالرواتب يعني المعلم عندما يذهب إلى دول الخليج يأخذ أبغاف مضاعفة يضحي بقي في هذا الوطن وأيضا الطبيب كذلك وأيضا الممرض كذلك يجب أن يكون هناك رواتب عالية تتماها مع طبيعة المعلم وتأهيل المعلم أن معلم ممتاز معلم أجيال معلمين من السابقين الذين دربوا ودرسوا كل الخليج معلمين المعلم الأردني يشار له بالبنان في كل مكان ولكن أيضا المعلم يحتاج إلى راتب أنه يستطيع من خلاله وأنه يبدأ من خلال مدرسة وأنه لا يشتغل شغلة تانية معلمين أكفاء طبعنا أكفاء ممرضينا أكفاء ولكن لا يوجد احتواء لهذه الكفاءات بالرواتب بالدورات بالامتيازات وبالتالي يصبح هناك تشتت عند هؤلاء الأشخاص مقوس يضق خطره يوميا أول ما نبه له جلالة الملك حول موضوع الأمن الغذائي لو تراكمات كورونا نسمع أنه مشاريع زراعة في الجزائر وإحنا أراضي شاسعة في الأردن لزراعات لا تحتاج إلى مياه أين نحن من هذا؟ دقيقةً يمكن أجيد الهزل السياسي ولكن سوف يكون في هذا اللقاء الجد السياسي طالما قمحنا من بحرنا لن نكون بخير قمحنا يجب أن يكون من برنا قمحنا من بحرنا وبالتالي لن نكون بخير ساة الحوران سنة ألف وتسعمائة وثنون واربعين وساة الحوران سنة ألف وثمانمائة وثنون واربعين بمئة عام كان سلت غداء بالقرن القبل الماضي سلت غداء تركيا كاملة وأيضا ساة الحوران باثنين واربعين كان أيضا سلت غداء بلاد الشام كاملة صدق حزين عندما أرى ساة الحوران وقسم وفيه المباني والعمرات ساة الحوران يجب أن يكون فقط زراعي أهملنا الأراضي الزراعية تجاهنا للتجارة وبالتالي عندما تركنا الزراعة فشلنا بالتجارة كان هناك توجهات في الحكومات السابقة التوجه إلى قطاع السياحة على حساب قطاع الصناعة والزراعة يعني كان مستهدف هذا الحكيم حتى قطاع السياحة يمكن إحنا سياحتنا أن أهم معلم للعالم البترة ولكن لم نستطيع أن نسوق ذلك بشكل جيد أن أماكن سياحية كثيرة في الأردن ترش أدينة عظيمة قصور الصحراوية بحر الميت مختص 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 الأول بالعالم عارف شو؟ يعني هذا المختص لو أنه بدولة ثانية مليارات مليارات بدخل عندنا سياحة العلاجية معينة وكثير من مياه الحمامات السخنة هذه سياحة العلاجية رهيبة ولكن سياحة تقتصر على الإليت على السعر الغالي أنا كموطن أردن لا أستطيع أن أذهب إلى حمامات معينة وأبات يومين بوضع سياحة عادي أو إلى البحر الميت أو إلى العقبة وبالتالي لكي نشجع السياحة المحلية العالمية يجب أن نشجع السياحة المحلية وبالتالي أنت قاعد تحكي ثلاث مليارات دولار يدفع الأردني سياحة لتركيا وللخارج استثمر ذلك ولكن لا حياته لمن تنادي حياته لمن تنادي مئات عفوا ألاف الغارمات وألاف الهاربين خارج البلغ البلاد نتيجة الديون والشكيات موضوع العفو إلى أين يا بيلة؟ بداية أن سأتحدث عن موضوع الغارمين والغارمات وسأبدأ بموضوع الغارمين التجار الذين فروا من هذا الوطن قبل شهر أنا كنت بشارع وكالات شفت شيء مؤلم صورته بارخ كنت بجبل الحسين برضو شيء مؤلم وصورته معجور الناس المتعثرين الصامدين الصابرين الغير مرعيين وغير مكشوفين أكثر من المتعثرين للمكشوفين تحيير الغارمات التجعوا إلى الاقتراض نتيجة تدني رواتب أبنائهن وأزواجهن وشروط شركات الإقراض ومكتالي تمرار دورة الاقتصادية الشهرية يجب أن نستطيعين اعتبار من 15 الشهر ل 30 الشهر هذه التجوة اللي خلقتها ضعف الرواتب هي اللي أدت إلى انهيار الناس أنا مثلا بقبض راتبي أنا بحكي كمواطن بل أساسة واحدة نطل يقول لك راتب كده أنا راتبي الله علم وينبرو فيه رب يعرف وينبرو نخلص بعشرة الشهر من عشرة لثلاثين شو بدي أعمال بالتالي بضطر أني أقترد صار مصروفي أكثر من دخلي صحيح وبالتالي من هنا خلق الغارمين والغارمات جزء كبير بر الوطن صحيح بر الوطن ذاقوا الويلات قانون المالكين ومستجرين دمر القطاعات كلها دمر الأردن دمر البلد دمر التجارة دمر الصناعة دمر الزراعة ست مليارات تقريبا كلفة القوى العامة في الحكومة كرواتب شهرية سنوية والحكومة تتوجه إلى الخدمات الرقمية ما مصير هؤلاء الموظفين هناك أكيد فيه من سنوات نحن بنشهد تقلص العدد الموظفين الموجودين شو ما مصيرهم؟ يعني هناك خطة عند الحكومة للتوجه إلى الدراسات أو الوظائف أو العمل بالوظائف الحكومية الرقمية ولكن لوجود كم هائل من الموظفين لن تستطيع الحكومة الوصول إلى هذه الجزئية أنا باعتقادي أن على الدولة أن تكون هنا لديها خطة عمل كاملة شاملة ابتداء من الخريجين وانتهاء بالموظفين يجب أن يكون لديها مقدار الذي يدير الوزرات وبالتالي تقنن موضوع التعليم الجامعي وتتجه إلى التعليم المهني تتجه للتعليم المهني الموجودين في الحكومة الآن موظفين يعني شيئنا أبينا موظفين لهم بيوت ولهم التزامات شهرية وبالتالي يجعل الحكومة أن تعمل خطة لاستعاب هؤلاء الأشخاص لا تستطيع أن يترك عمله أي شخص لنتيجة الالتزامات المادية لأتصبحت بتراكم عليه فأنا بتهيأ لي الحكومة لن تستطيع النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية في القريب العاجل لوجود جيش كبير من الموظفين لا تستطيع أن يستغنع عنهم وبالتالي إذا استغنت عنهم تسبب مشكلة اجتماعية كبيرة ستكون واضحة على الشعب الأردين ومشكلة لها بالأمن والأمان المجتمعي وبالتالي قبل أن تتصرف الحكومة بأي شيء يجب أن يكون لديها قطة كاملة شاملة للوصول إلى الخدمات الرقمية ولكن ليست على حساب الكوادر البشرية الموجودة بالوزارات وعلى الحكومة أن تغير تكتيك العمل في الأيام القادمة والسنوات القادمة الحكومة إذا تستطيع أن تصل إلى ذلك إلى الخدمات الرقمية يجب عليها أن تجد عمل للجيوش الخرجين من المهندسين والأطباء والإداريين والمحاسبين يجب على الدولة أن تتوسع من خلال سفاراتنا بالخارج إلى البحث عن عمل الأردنيين الأردني كفاءات كفاءات عالية وبالتالي أنت لما تحكي الكثير من الأردنيين يتبوون مناصب عليا في الخارج ما خير ولا سفارة بالتالي يجب على السفارات ويجب على الدوان الخدمة أيضا أن يكون له كادر بشري حقيقي للبحث عن الوظائف للأردنيين في الخارج وأيضا يجب على أيضا الرئيس الوزراء والوزراء المعنيين أن يجلب مشاريع استثمارية كبيرة تستوعب الأردنيين الأردن لا تقل عن سنجافورة ولا تقل عن دبي كمركز إقليمي عالمي وكأدمغة موجودة في داخل الأردن أدمغة عالية التفكير وعالية التركيز تخيل أن يمكن استوقف كالكثير من الكفاءات الأردنية تتبوأ مناصب عليا ودير المخابرات النمسوية أردني نابل أمين الممتحدة لشؤون الشباب أردني مستشارة الرئيس الألمانية أردنية مستشار أيضا الرئيس الأمريكي السابق أردني في رومانيا في هنغاريا الهنغاريا أردني جيد نفاع يعني أنت قاعد تحكي مستشارين لكل الرؤساء في الدول الأردنيين أذكية ولكن لم يجدوا أحد يوظف هذا الذكاء الأردني الأذكية ولكن هؤلاء الأردنيين يحتاجون إلى استثمارات موجودة بالأردن منظومة القوانين بالأردن لا يمكن أن تكون جاذبة للاستثمار يعني هذه مشكلة بوجهة عندما أقول هناك استقطاب للاستثمارات يجب أن تبدأ بالتشريع نعم صحيح وتنتهي بالتنفيذ يجب أن يكون هناك خطة عمل كاملة شاملة متطورة للوصول إلى المأمول فيما يتعلق بتوظيف الأردنيين في الاستثمارات التي تجلب من الخارج لماذا لا تكون الأردن مركز إقليمي للكثير من الشركات كما دبي ماذا ينقصها دبي لم تعتمد على النفط بل تعتمد على الفكرة وعلى الفكر أبنائها واستعانت بأبنائنا بالمناسبة لتنفيذ فكرتها يعني نحن ليس شو بينقصنا نحن بالعقس مركز متوسط في العالم مركز متوسط في بلاد الشام الجو معتدل في طوال فترة السنة عنا الشتاء معتدل صيف معتدل أراضي خصبة أدمغة بشرية هائلة ولكن أدمغة بشرية ذكية تتعامل مع حكمات غضية هذا هي ننتقل إلى الشق السياسي نشاط دبلوماسي مكثف لترميم العلاقة أي مشاهد وهذا حديث الصالونات جميعا أن هناك مساعي أردنية لترميم العلاقة مع سوريا كتبادل أو تبديل الحلف مع الخليج إلى أين وصل هذا الملف وما هي قراءتك لهذا الملف يمكن تعاطف العالم العربي وتحديدا الأردن مع الجارة السورية خاصة في بعض موضوع الزلزال أصبح هناك تداعيات إنسانية للوصول إلى قلب سوريا والتعامل مع سوريا وفك الحصار عن سوريا للدواعي إنسانية ولكن أنت ترى الآن الوضع في سوريا غير آمن الوضع في سوريا غير آمن ملايين السوريين تشتتوا في الأوطان وبالتالي العملية السياسية صعبة لكي ترجع المياه الإقليمية مع سوريا كما كانت في الماضي ولكن أنا أتوقع أن الأيام القادمة سيكون هناك حلف عربي جديد التعامل مع سوريا وخاصة في ظل وجود التجاذبات سياسية على المستوى الدولي أمريكا وروسيا وبالتالي أصبحت هناك تحالفات جديدة تخلق في المنطقة وأتوقع أن أيام القادمة ستشهد التجاذبات سياسية جديدة غير معهودة علاقتنا مع سوريا والعراق منذ الأزل نتعامل مع سوريا كدولة شقيقة وصديقة ولكن الحرب وتداعيات الحرب أثرت على سير هذه العلاقة وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين بالأردن أثر أيضا على فحو هذه العلاقة وكذلك العراق أيضا العراق وسوريا دول حقيقة تراجعت إلى الخلف كثيرا كثيرا ولكن الأردن ضمن هذا المحيط يجب علي أن يكون هناك علاقات تجارية خاصة لتخفيف عن أهلنا بالرمثة عن أهلنا بالمفرق للوجود علاقات تجارية وطيدة وأيضا عمان دائما هي قلب دمشق هل عودة العلاقة هاي كحلف بديل عن حلفنا السابق مع دول الخليج بعد أن وقعت دول الخليج تفقيات تطبيع مع الاحتلال والله الأردن ستبقى دولة متقدمة سياسيا سواء بالخليج أو مع سوريا أو من العراق لوجودها في هذا الموقع ووجود قيادة هاشمية حكيمة تتعامل مع كل هذه المعطيات وأيضا أنا أقول أن العلاقة مستقبليا مع الخليج ستعود لعدة أمور لأن الأردن أيضا له جزء كبير من المواطنين الموجودين في السعودية في الخليج في الإمارات وبالتالي الأردن حريص أن يحمي مواطني بعلاقات معتدلة لا يجوز أن يعادي إلى دول الخليج ولا أن يعادي أي دولة لها علاقات تجارية مع الأردن أنا نعي تماما إلى الأردن عندما يكون هناك استثمار حقيقي في داخل الأردن تستطيع الأردن أن يستغنع عن كل هذه الدول ولكن لسه نحن بالروح مكاننا لعدم وقوفنا استثماريا بشكل جيد وبالتالي أنا ضد أن يكون هناك مساعدات أن نلجأ إلى المساعدات سواء من أمريكا من الخليج من أي دولة الأردن يجب أن تستثمر بحيث يكون لديها دخل ثابت سنوي يفوق الدول التي استثمرت بالإنسان لكن تنامي العلاقة بين دول الخليج والاحتلال يلغي دور الأردن هل يلغي دور الأردن كدولة مواجهة؟ الأردن فيها مساعدات كدولة مواجهة الآن السنوات هاي في تراجع في مساعدات الخليج خلي إلى الدور أنا لست صدد الحديث عن هذا الموضوع بقدر ما أن أقول دور الأردن لن يلغى الأردن هي التي ترعى المقدسات الأردن هي امتداد لفلسطين وفلسطين هي امتداد للأردن الشعب الأردن والشعب الفلسطيني دائما وأبدا على قلب رجل واحد وبالتالي لن يستطيع أحد سواء دول الخليج أو غير دول الخليج الاستغناء عن دور الأردن المحوري الديمغرافي والجيوسياسي تجاه الفلسطين وبالتالي ستبقى الأردن الأردن أرض الحجد الأردن أرض الرباط شاء من شاء وأبا من أبا هذا كلام الله وكلام القرآن نحن شرقي النهر وهم غربي النهر نحن أرض الحجد والرباط والكل يعلم ذلك ولن يستطيع أحد أن يستغنى عن هذه الأرض التي ستكون المعرة الكبرى من خلالها لأنه أنا سألت عن دور الأردن كدولة مواجهة هل أنت لا ترغب بالإيجادة عليه؟ لا الأردن دولة مواجهة لا زالت دولة مواجهة إذن لماذا تراجعت الدعم الخليجي لدولة المواجهة؟ دعم الخليجي يعتمد على المواسم حسب حاجتهم لأي شخص لأي دولة لأي مكان لأي زمان وبالتالي تتمحور علاقات الخليج حسب مصالحها صح تقدم في العلاقة مع سوريا والعراق واضحة للعيان أنه في جدولة جديدة عليها والكل متفق عليها هل هذا يفرض علينا تفاهمات جديدة مع إيران وعادة العلاقة مع إيران كونها متوجودة وصحبة قرار في سوريا والعراق هذا الموضوع موضوع شائك ترى موضوع شائك لن تستطيع الوقوف على أرض سياسية صلبة طالما أنه للك تدخلات إيرانية في المنطقة لن تستطيع عمل حلف تجاري صناعي زراعي مع سوريا أو مع العراق في ظل وجود إيران إيران محاذير كبيرة في التعامل محا من الأردن ومن المواطنين بالأردن الشعب الأردني عاطفي الشعب الأردني تعلم بأنه بكى على الشعب السوري كذلك الشعب العراقي الصديق الشقيق الأردن حقيقة هو قلب الأمة النابض وأنا تحدث عن المواطن الأردني حقيقة والله أنه في كل شيء بيحدث في الوطن العربي قلب الأردني بيكون قليمة بالفطرة يعني وجلالة الملك دائما غير دموي غير دموي أنا أتحدث النأب حمد الضارة وأنتو تعرفوني أنا لست إلا صاحب كلمة حق القيادة الهاشمية غير دموية وبالتالي قريبة يعني أخرجنا من أحلك الظلمات أحنا بدها سياسة برضو الموضوع موقف الشخصي لا أسقطه على موقف كنائب من القضايا الإقليمية وخاصة سوريا العراق إيران أنا ضد الإسرائيل بكل اتفاقاتها ضد إسرائيل بكل أهودها أنا ضد إسرائيل بكل شيء قادم كل شيء ماضي بكل شيء حاضر إسرائيل لا موثيقة معها إسرائيل منذ أهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك موثيق مع إسرائيل إسرائيل هدفها واحد إسرائيل إسرائيل وأنا أكره هذه الكلمة ولكن أنا بقول إسرائيل لأن هذا المسمى زاد وسيزور وسيزور يمكن ناس بقول لك بتحلم؟ لا لا بحلم نحن أقوى منهم نحن أشجع منهم نحن لدينا إيمان أكثر منهم والله الأرض تعرفنا صديقنا الأرض تعرفنا فرج على علامهم بشبه لون أرضنا بشبه تاريخنا بشبه حاضرتنا نحن أقوى منهم والله أقوى منهم والله العظيم الشعب الأردني قسم بالله يعشق فلسطين ويعشق القدس ويعشق التضحية ويعشق الفداء والجهاد وكل مسميات التي جاهد الشعب الأردني لم يطبع مصري طبعت الحكومة ولكن الشعب الأردني لم يطبع مصري ولن يطبع مصري بتالي الأردن أرض خير وأرض بركة الشعب الأردني معطاء الشعب الفلسطيني ولجميع الشعوب العربية والله تمنى الخير للجميع وإن شاء الله بإذن الله لما تدغير الحكومات وتيجي حكومات من قلب الشارع ستتصدر الأردن قوائم الدول بالاستثمار في كل شيء 22 أسير أردني في سجون الاحتلال بعضهم دخل طفلاً والآن رجلاً وواجهوا أحكام طاغية أين نحن منهم؟ هؤلاء الأبطال الموجودين في سجون الاحتلال هما نقطة عار التفقية السلام مع أسرائي هؤلاء الأبطالة سفراءنا في البطولة وفي الرجولة وفي الدفاع عن شرف الفلسطين وعن شرف هذه الأمة نفخر بهم نفخر بهم نحن قبل أن نقدم 22 أسير قدمنا الكثير من الشهداء على أسوار الأقصى قدمنا الكثير من الشهداء في اللطرون واد الجوز سلوات سلوان قدمنا قدمنا ألاف شهداء في جنين ذهب إلى جنين لترى مخبرة الشهداء العرقيين أردنيين التي هي شهدة على دفاع المستميت من الأردني على فلسطين فلسطين هي الأردن أردني فلسطين لا تستطيع أن تميز ما بين ابن الرمثة وابن الخليل لن تستطيع أن تميز ما بين ابن نابلس وابن إربل لن تستطيع أن تميز ما بين ابن معان وبين أي قرية في فلسطين أو أي مخيم نحن شعب واحد شاء من شاء وأبا من أبا وسنبقى شعب واحد ولن تفرقنا الحدود وإن شاء الله بكرة لما بترجع فلسطين زي ما سأخبرنا شارة الهاشمي بوسط البلد رح نسجد نهر الأردود إن شاء الله في ختام حلقتنا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر من الرجل الذي حمل على أكتافه أمانة المسؤولية والتسقى بقاعدته على امتداد مساحة الأردن باقتدار وأجاد التعبير عن معاناتها سعادة النائب المحامي محمد الظهروي أدامك الله شكرا جزيلا المحامي محمد الظهروي المحامي محمد الظهروي المترجم قنقر اشتركوا في القناة